يا أهلا وسهلا وكل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر زكى مولانا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم بأحد الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم على إنه الجنة ليست حكرا على أحد وإنه صاحب الجنة هو رب العزة سبحانه وتعالى يقرر من يدخل ومن يعذب وده القرار الإلهي والنهار دا كنا بنتكلم على المطرية والمصرية وإحنا بنتكلم قبل الفاصل فوصلنا إلى إنه التكافل في رمضان وهل هذا التكافل ما بين أصحاب الديانة الواحدة ولا التكافل ما بين الجميع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون من سورة الحج وتعاونوا على البر والتقوى من سورة المائدة وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس في شهر رمضان طبعا مميزات عديدة ومنها أن الحياة تتجدد بالتواصل والترابط والتكافل بين المجتمع بأسره والإسلام والتشريع الإسلامي يرفض الطائفية ويرفض العنصرية ويقيم المجتمع على لحمة واحدة ومن أمثلة ذلك صحيفة أو وثيقة أو دستور المدينة التي أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكتابتها في 54 مادة ضمت المسلمين وضمت اليهود وضمت الوثنيين وضمت كل أطياف البشر حينما نأتي إلى صورة تطبيقية عملية تمتز بها مصر على وجه الخصوص أولا بنرى أن الجميع يتسابق في الاحتفاء والاحتفال بشهر رمضان فليس من العجيب ولا الغريب أن نرى إخوتنا أهل الكتاب يشاركون إخوتهم المسلمين في تزيين الطرقات وفي تعليق الفوانيس بل وفي الموائد الرمضانية للإفطار هذه الميزة تمتاز بها مصر لأن مصر لا تعرف ولم تعرف وإن شاء الله لن تعرف المستقبل لا طائفية ولا عنصرية تكافر الاجتماعي يعني مثلا سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال من فطر فيه صائمة يعني في شهر رمضان كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرخبته من النار وكان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجره شيئا هتجد أن فيه صور أخرى يعني تفطير الصائم هتجد فيه التوسعة على الأهل والعيال بالمعروف ستجد فيه صدقة الفطر لعبادة جماعية أغنوهم ذل السؤال في ذلك اليوم إن شاء الله يحيينا ربنا وإياك لأسبوع القادم نتحدث عن مشروعية صدقة الفطر ومشروعية إخراجها نقودا مالية لمصلحة الفقراء بنجد حضرتك أن رمضان بيختم بالتواصل الاجتماعي بصلاة العيد بالتهاني بالتزاور بالترويح عن النفس كل ده هيعطي إطار أن رمضان تتجدد فيه الحياة كلها بالتكافل الاجتماعي لا فرق بين مسلم وبين غير مسلم لأن الإسلام مظلة فيها الرحمة والعفو والتسامح وقبول الآخر والتعايش مع الآخر العالم كله في نهاية ما خصص من دقائق شحيحة بيشهد أن مصر الوحيدة في بلاد العالم التي رمضان أو شهر رمضان فيها طعم مميز لا يكون في أي بلد آخر ده مخزون حضاري ترجع للتاريخ وإحنا هنيجي على شهر إبريل إن شاء الله وحين ربنا وإياك ولما نيجي لشم النسيم شمته هتجد عيد الحصاد تكافل الاجتماعي المصريين الأغنياء والفقراء الملاك والمستأجرين يحتفلون بحصاد الفول والقمح والثوم والبصل هنختم تكافل الاجتماعي تمتاز بها مصر بموائد الرحمن فحيى الله مصر بشعبها الوفي الأصيل نلتقي أسبوع قادم مع مشروعية صدقة الفطر ولا تلقي أذني لمن يحرم بغير دليل أخرجوها مالا لمصلحة الفقراء حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله دون تمييز نعم الإمام الشفعي أجاز أن تعطى صدقة الفطر لأهل الكتاب زوي الحاجات